تنفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي للوقوف على سير العمل بها ومن بينها المهابت والممرات وصلاة الوصول والمغادرة ومداخل ومخارج المطار وأعمال تنسيق الموقع وخلال جولة التفاقدية بمطار شرم الشيخ تابع مدبولي موقف مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار الذي يتم تنفيذه في إطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ كاب 27 وذلك سعيا للترويق للمدينة على نطاق عالمي حيث أن المشروع يشمل إتاحة ملصقات تحمل الهوية البصرية